اشتركوا في القناة احنا عملنا حطينا حلقة الامراض الندرة على ال VOD وبوكي ورد ده اسمها على الفيسبوك ما عرفش ده اسم الحركة ولا اسمها كده بتسعى الكنافة البلورية ان شاء الله ده النهاردة برضو هنعمله لها في الكنافة البلورية هيكون الحلو بتاعنا طمطم محمد طمطم برضو ما عرفش اسمهم هي اسمها كده ولا لأ لكن سألت على العصير وبتقول انت لزاي ما بتعمليش حاجة لمرضى السكر فان شاء الله العصير بتاع النهاردة يكون على القسوس لمرضى السكر وكمان هنعمل لها حاجة تانية اللي هي سألت عليها السلطة هتكون سلطة النهاردة ممكن من السلطات اللي هي ممكن تستفد منها ده احنا هنعمل نوعين من الملوخية الملوخية اللي عملها الاول هنا هوت جايب هنا توم في شوية من بجيب التوم بأطحنه وبحطه على اساس انه احمره دي هتبقى نوع ملوخية مختلفة عن الملوخية اللي هي بتبقى متخرطة او متقطعة يعني دي الملوخية بمجرد ما بجيب التوم هنا هوت ويبتدي يدبل شوية بحط عليه ورق الملوخية طالما هي في الموسم دي بقى تيستفاد بوجودها في الموسم وحتى لو حطتك المية كبيرة زي السبانة كل الورقيات ببقى نسبة المية فيها حوالي تسعين في المية فبالتالي كل اللي انا عايزه هنا ان انا اخد الملوخية بحمرها بقلب التوم بحط الملوخية الورق بدبلها لغاية لما المية اللي فيها بتتبخر وهي بكون في نفس الوقت بعمل مرأة مرأة الفراخ اللي بنعملها بيكون الفراخة بنجيبها بالعظم على اساس هستعمل العظم عشان اعمل منه المرأة وبحط معها جزر بحط معها بصل بحط معها مناكهات على اساس ان لما بنسلق الفراخة بخلي اللحمة بتاعة الفراخ لوحدها يعني بنسل الفراخ ديت والمرأة ديت هستعملها هنا مع الملوخية بعد ما بنحمر هنا هو شوية نحمرها بتأكد ان التوم هنا هو ابتدأ يتحمل بحط شوية من المرأة هنا على الملوخية ناخد شوية من المرأة هنا هو وتبقى مرأة الفراخ يبقى ديت ملوخية اللي اخنا عاملينها اللي هي ملوخية بالدجاج فنكتها المرأة بالدجاج لكن تعالوا بروح نشوف الموقت كل يوم بنعمل مائدة مختلفة النهاردة تكون مائدة مصرية معانا الأخت نهاد وزوجها ونشوف أصلاً ايه الأكل اللي موجود ونرجع ونكمل الملوخية ونشوفها نقدمها ازاي ونشوفكم بعد الفصل كل سنوان تأيبين النهاردة عاملة ملوخية كل سنة ملوخية لا السنة زي ملوخية مختلفة بالقراني مختلفة عن كل سنة او يعني المعروف عندكم كسير ملوخية بالدجاج او بالبط او الجنباري او السنة زي عاملها بالقراني 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 بتكون عقية اه بتكون لها طعم تاني مختلف عن البط وعن الدجاج دي الأكل دايما يعني موجودة على مائدة رمضان يعني دايما معروفة لها الملوخية اما بقى بالبط بالفراخ او بالقراني مع الوجبات بقى التانية بالنسبة عندنا للوجه البحري السواحل بيعتمدوا على أكلات السماك اسماك اسماك ببنيتنا لوجه ابلي بيعتمدوا على الكشك والبامية يعني ديهم أجابات مختصة بيهم يعني وبعدين الملوخية برضو في ملوخية ناشفة دايما يمكن واجه ابلي بيستعملوا الناشفة وفي الموسم بتاعها طبعا الخضرة بتبقى مستخدمة على طول بس هادي ملوخية شربة ولا في اللي بيعملها مع الروز هادي بتتاكل مع الروز كمان اه اه بيتعمل جنبيها رز رز شعرية على طول تتاكل مع الروز ممكن بتاكلها بخبز وممكن يعني اللي هو العيش ممكن بتاكلها بروز كفي اللي بيأكلها بالخبز ايو ايو بتكون شوية قط يعني ما هي ما بتكونش خفيفة بيكون سميكة شوية سميكة شوية ايو وفي الواجبات تانية طبعا زي في رؤاء الرؤاء باللحم المفرومة اه الشكله حيكون طيب وفي التواجن وفي مكرونة بشاملة مكرونة بشاملة باللحم المفرومة برضو البامية دي طاقن البامية برض مشهورة في الواجه القبل يحبوها ايو ايو مشهورة في الواجهة ايو الصعيب طبعا والحلويات قطايف ومعالي الغنية على التعريب ومعالي والكنافة ده يوميا طبعا ايوة وكل سنة طيبية ان شاء الله كل سنة طيبية شاهيتون على اله احنا صايمين ان شاء الله يلا كل سنة بسلام يعني موجودة الملوخية في الموسم دلوقتي وموجودة في السوق فاذا ممكن نعملها شوفنا بنعملها ورقة بحط عليها شوية من المرأة وممكن بزود المرأة بس بسيبها تستوي لغاية لما دي تتبل شوية وبتوصل لمرحلة برضو وحافظ عليها عشان تبقى ملوخية خاضرة ما تبقاش بني ما تبقاش اي لون تاني فبسيبها تغري لغاية لما بيوصل اللون بتاعها وبتستوي وده تكون الفكرة بتاعتها في الحالتين ممكن تتقدم معها رز ورز بالشارية نبقى نعمله خلال حلقاتنا وفقراتنا يعني كل طبقة هنعمله نحاول نطبخه ونقدمه في كل مرة بطريقة مختلفة وبنحط هنا الرز لو حبيته تستعمله معها شوية هنا من الرز بحط الرز الاول وبعدين بستعمل الملوخية اللي هي الورقة بجيبها وتأكد ان فيها شوية كفاية من المرأة بحط هنا ملوخية بحط عليها المرأة طبعا كنسبة وتناسب الملوخية الخضرة اللي هي بتبقى آآ آآ متخرطة هتبقى كلها خضرة لكن ده هي بتبقى الفكرة فيها ان انا بجيب شوية هنا من الخل بحط على البصل البصل احمر بتقطع رفيع وبجيب لمون وبحطه على البصل يبقى انا عندي هنا خلطتين ممكن استعملهم ممكن اضفهم على الملوخية يبقى عندي هنا البصل ما يعلمون البصل مع آآ الخل والدجاج اللي احنا سلقنا فيه بتبقى عبارة عن قطع من الدجاج اللي هوات ممكن ديت بنحطها على الملوخية نفسها يعني بعد بنسلها ممكن احطها على الجنب او احطها وسخانها في قلب المرأة يعني عندي الاختيارين لو حبيت حد مش عايز ياكل فراخ يبقى بنضيف الملوخية بندفها في الاخر او بنحطها على جنب وهنا نختار الخل مع البصل حطهم عليها وكمان عندكم اختيار ايه نعم فيه رز تحت لكن ممكن تستعمله شوية هنا من الخبز المحمص يبقى دي طريقة ممكن تستعمله بانهاء الملوخية اما بالنسبة للمائدة اللي احنا شفناها آآ كان فيها ملوخية وكان فيها رقاء وهنعمل رقاء ان شاء الله كان فيها مكرام البشاميلي كان فيها صانية بطاطس ام علي وانواع تانية من الحلويات لكن هنشوف نهاد لختم ومصطفى كانت بتقول لزوجها انها هتعمل السنة دي الملوخية مختلفة وتعملها بالارانب احنا عملناها بالدجاج وهي هتعملها هتبقى الملوخية بتتخرط اللي هي نفس الملوخية وممكن تجيبه المجمدة وممكن تستعمله النشفة فنعمل نشوف اصلا الملوخية اللي بتعمل بالارانب بتعمل ازاي وبنواصل معاكم نرجع ونشوف الطبق الرئيسي بتاعنا هيكل السلام عليكم النهاردة بنقدم حلقة من برنامج شيف قسامة واحنا في شهر رمضان وكل السنوان طيبين بمناسبة شهر رمضان ان شاء الله يكون شهر خير على الامة العربية كلها والاجنبية يا رب النهاردة بنعمل طبق من البلد المصرية ملوخية بالارانب فهي لها طريقتين ممكن ان انا بخلي الارانب لحلها لوحدها وممكن بخليها في جوة الملوخية فاول حاجة بنبدأ ان انا بحط مية في الحلها بسخنها بحط جزر بحط بصل بحط فلفل اسود حب بحط مستيكة وبحط ملح وبعد كده بنزر الارانب في الشربة تاني حاجة بعد ما بطلع الارانب من الشربة جزء منه بنشفه كويس عشان بحمره في السمنة والجزء التاني بخليه جوة الملوخية اول حاجة بعملها دلوقتي ان انا هسخن بسخن هنا وبعد كده بعمل التالي بحمر بعد ما طلعت الارانب بحمر الارانب بحط ثمنة وزيت بحط ثمنة وزيت بحمرها بحط ثمنة وزيت في التاصل اللي بعمل فيها التقلية بحط ثمنة بنزل الثمن الأول موسيقى 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 لما بطلع اي طور او الارانب لو بعمل ملوخية عشان ما اتغيرش طعم الملوخية ما بحطش طوابل كتير في الشربة لان الطوابل بتغير طعم الشربة ممكن بستكفي بالفلفل الاسود والمستيكة حتى الحبهان ممكن يغير طعم الحبهان ممكن استعمله في الشربة لسنعة صفور الحاجات دي ممكن كمان اخد بالي من الملوخية لها طريقتين ممكن ان انا بحط شربة صخنة عليها وبقلبها كويس لغاية لما بتفوك اما بحطها في شربة صخنة احنا هنا عندنا الملوخية فيها فيها الارانب جزء طلعناه بحمره جزء جوه فانا هحمر التقلية وبحطها علي بعد ما الطوم بيبدأ يتحمر بحط الكزبر ما بحطهاش في الاول مع الطوم عشان ما تتحرقش على طول انا كده بقلب على الجهتين بالنسبة للملوخية كده غليت كده تعتبر الطوم عشان ما بحطه على الملوخية كده الملوخية جاهزة بشوف طبعا نسبة الملح فيها الحدق بتاعها بزبط الملح بالنسبة للملوخية ده بالنسبة لطبع الملوخية ودخله الارانب الجزء التاني من الارانب انا بحمرها ممكن بحط سمنة بس ممكن بحط سمنة وزيت على حسب الرغبة يعني بطلع الارانب بحمرها هنا ممكن بحمرها بتمنى ان هي تكون عجبتكو أكلة مصرية بتمنى ان هي تكون عجبتكو في سهر رمضان إن شاء الله بتمنى ان انتوا تجربوا بالنسبة للي احنا عملناها دلوقتي الملوخية قلنا ان احنا عنا نراضي كل الأزواء فالملوخية بالدجاج بالأرانب وفي اللحمة الضانية لنستعملها موز ضاني وبالنسبة للموز أنا هتبيلها الأول وممكن نحط عليها شوية هنا من البهارات عندي كوسبرة، كمون، قرفة، فلفل سود شطة بسيطة وينسون وورق غار دول كلهم بحطهم مع بعض بحيث ان أنا أطحنهم وهسويها ممكن تستوي برضو فكرة التوفي والتبديل أسويها بأكتر من طريقة فهنحطها هنا ونسويها في نفس الطاجن اللي ممكن أحط معها خضار يبقى احنا عندنا عملنا حاجتين مع بعض بجيب هنا قطع النحمة اللي هي الموز لو مخلية وما فيهاش كتير من لن نحط هنا شوية من البهارات نتأكد إن كل البهارات غطيتها هنا لو ما فيهاش دهن كتير بس تعمل زيت فيها دهن ممكن نحطها هي مباشرة نتأكد إن احنا نحطها هنا كلها وبعدين بنسويها وهستعمل كمان أعشاب يبقى عندي بهارات وعندي أعشاب البهارات هنا هوت معها نحط شوية هنا من الزيت ونحمر قطع النواز نحط الموازنة في الطاجن مباشرة نحط هنا هو وجميلة أعجبها الجدر اللي أنا بسوي فيه دوت عبارة عن فخار بس فخار يتحط على النار فاتأكدوا إن اللي انتم بتستعملوه ينفع يتحط على النار عشان ما تقولوش الشيفي استعملو كده هنستعمل عجينة معها هتبقى عبارة عن عجينة اللي هي البوف بيستري عجينة جاهزة إحنا بنجيبها والفرق ميرن العجين إحنا كل يوم بنقول بنعمل عجينة مختلفة فكرة العجين كل يوم إن أنا بعمل عجينة تتناسب مع اللي أنا هسويها يعني دلوقتي العجينة دي هتجاهزة ممكن أعمل بها الفطاير اللي إحنا قلنا عليها أول يوم والفطاير اللي عملناها تاني يوم والحاجة التانية الأهم من كده اللي هي إن أنا مش هستعمل دي يعني أنا ما استعملتش دي أول يوم ليه العجينة نفسها اللي أنا عملتها كانت خدت وقت كتير في النار فأنا بحمر ديت بحمر الريش أو اللحمة بحمرها هنا هو وبتبل بعد ما نخمر أنا فيها شوية هنا من الفلفل فكانت بعد كده بستعمل شوية من الأعشاب يعني عندي اللحمة وعندي أعشاب بعد ما بحمرهم هرفعهم هنا بتأكد إن هم بتتخمرهم من كل نحن نفع بيت ونبتدي نحط الخضار الخضار اللي هتببله هتببله بالأعشاب يبقى أنا عندي هنا شوية من البهارات ممولة هنا للحمة والخضار بحط معاها عشاب أعد شوية هنا من البطاطا شوية هنا من الأرع وحطوهم هنا وإحنا كل يوم كانت آآ آآ جالنا السؤال على مرضى السكر وإيه العصائر اللي ياخدوها قلنا الخروب من العصائر اللي هي كويسة لمرضى السكر وكمان العرقسوس وعندنا ركن اللي هو ركن العصائر اللي بنعمله كل يوم بنروح في خان مرجان نحط شوية هنا من الأعشاب هنا هوا نحطهم هنا هوا حط شوية زيت هحمر دول وعباله ما يتحمروا نشوف ركن العصائر هنعمل القصوص إزاي ونرجع ونكمل معكم ونشوف بيت اللحم إن شاء الله سوس أو عرقسوس حسب الاسم هو برضو من النباتات اللي موجودة اللي ممكن بتبقى عصير طبيعي من غير ما نضف له أي حاجة إلا المية فدوت بيكون الشكل بتاعه ممكن لو عايزين نغمقه شوية بناخده بنحطه في قلب صاج وبنحط عليه شوية صودة ومية نسيبه ينشف خليه يتبخر بالمع الشمس وبعدين دوت بناخده على أساس ننقعه ما بنحطهش مباشرة في المية لأنه ما بيدوبش فبيبقى زي الخشب فبناخد ديت ونعملها على أساس حسب الكمية اللي احنا عايزينها والوقت كمان اللي هنسيبه فيها وفيه ناس بتحب تغليه على أساس تسرع المدة أو لو عايزين ممكن في الحالة ديت تسيبوه قبلها بيوم بنجيبه ينوت بنحطه في الكراف وبحط عليه المية لغاية لما كل القصارة اللي فيه أو الطعم بينزل وده بيكون شكله طريقة تقديمه في الحالة ديت بشيل الشاشة اللي احنا حطين فيها السوس نفسه وبقدمه بأكتر من طريقة ممكن يتقدم لوحده من غير حاجة بس بكمية تلج كتيرة يعني دي هنا كمية كبيرة من تلج لو حابين تحطونه سكر خلقوا السكر اغتيالا فيه ناس بحاجة السكر فيه من غير سكر فممكن يتحط ينوت بكمية تلج كبيرة أو لو حابين ممكنه بيبقى الرغاوي حاجة من الحاجات الزريفة والمختلفة فيه لو حابين فيه طريقة تانية ممكن تعملوها لو جالكم ديوف وعايزين تقدمونهم اللصوص ممكن تعملوها وتركزوه ويبقى هي عبارة عن مكعبات ممكن بحطها ينوت على أساس ديت بجرشها يبقى عندي القصوص مجروش بضربه هنا هو في الخلط ممكن أضيف عليه شوية زيارة هنا من الخلطة اللي احنا عملينها على أساس يبقى هي دي مكعبات يأما باخدها أحطها مباشرة هنا هو أو بضربها ويبقى مركز يبقى عندنا الاختيارين يأما بضربهم وبحط عليهم السوس هنا هو تبقى مركز أكتر بس نفس المكعبات بيكون متصفية أو هو باخده كمجروش وأقدمه وممكن في الحالة ديت بيتاكل بالمعلقة يبقى دوت اختيارين للسوس اختاروا الطريقة اللي تناسبكم والاتنين أحلى من بعض شفت السوق دوت بتاعنا هنا لو تلاحظوا اتلاقوا كل حاجة موجودة فيه بنمسك كيو كاردز كانت دوت من قومة ابتدينا فيه مع أسامة إكسترا مع أسامة أطيب صباحك أطيب مع أسامة وكل مرة بنغير الديكور بنغير الألوان بنخليها وعملنا منها لابل لمعظم المنتجات بتاعتنا قلنا إن احنا بنعمل هنا هو الموز وبحمر الموز من كل ناحية وحمرتها بحيث إن أنا ديتا استعملها في قلب القلب أو الطاجل اللي أنا سويت في الخضار يعني جبت الخضار والموز ودول بنحطوهم مع بعض في القلب اللي سويت في الخضار حطيت الخضار إنا بحيث إن أنا أسويته على النار حط واسبته أتحمر شوية ده الخضار كده متحمر هبتدي أحط الموز عليه أول بتطهر الفريقة دي والخضار كان فيه أعشاب والموز حطينا معاها بهارات بتطهرها كده هون وحطيت العجينة لو تفتكروا عجينة البوف بسري يقولنا إيه الفرق اللي إنا استعملنا البوف بسري النهاردة حاجة سهلة سريعة ممكن تشروها ولو جبتوها بطهر هنا نطفي عليها خلاص دي بكمل تسويتها في النهار بس الأول بعمل العجينة اللي أنا بسويها عليها وإذا كان فيه أي دقيق زيادة بتخلص من الديق الزيادة اللي فيها يبقى دوت ناخدها هنا وبعدين بحطها لنوت بسحبها وأنزلها حيث أن أغطيها نغطي العجينة نغطيها بالعجينة وممكن دي تحط عليها شوية من حبة البركة وعشان تلزق فيها هدهنق بشوية من الحليب مع البيض يبقى نذهن البوف بسري دي تتظريف فيها أن أنا لو عندي ضيوف أنا بعزم ضيوف وبيجو متأخر لما هحط دي في الفرن وهتستوي أتأكد أن هما ما يجوا الأكل يبدل سوح وده هيبقى الغطى وفي نفس الوقت هتعتبر من النشويات نحط دي كده هون وهحطها شوية حبة البركة عليها ناخدها نوديها الفرن ناخد ديت بعد ما طفينا عليها بحطها في الفرن يعني الخضار اللي استوي من جوة وبكمل تسويتها هنا في الفرن نفتح ونسيبها تكمل تسويتها وعندي أنا واحدة تانية سويناها بتاخد في الفرن ممكن خمسة واربعين ديئة حسب حجم أنا سبتها أديه على النار فنروح هنا هوت الفرن نطلع اللي احنا سويناها نحطها هنا وهنشوف المصحراتي النهار دا قلنا إن احنا بنعمل صحور كل يوم بنعمل صحور فدية هتبقى الموز وفيها الخضار هنروح نعمل فول النهار دا وكل الناس عارفة الفول بتعمل ازاي فلو عندكم فول ممكن تقدم طرق مختلفة ازاي نرجع بعد الفاصل ونكمل معاكم وهنعمل صلطة جنب الموز نشوفكم على خير فقرتنا والمصحرات يبيجي بس يفكركم بأنكم تصحروا حاجات سهلة بسيطة سريعة وجايز انتو بتعملوها مين ما بيكلش فول في الصحور لكن ممكن نعمله بعض الأفكار المختلفة بنحط هنا نزود شوية من السلطة إذا كانت تبقى بصل وفلفل وطماطم أو لو حبينا نحط عليه حمص يبقى عندنا البروتين النباتي بزايد شوية وعليه شوية صغيرين من الطحنية ولو حبينا يكون البروتين الحيواني مع الفول يبقى دي حاجة تانية ممكن نستعمل فيها بيت نحط بيت نهرسه ومعاهم شوية صغيرين من الكسبرة على أساس يبقى الطعم مختلف وزيت زتون أو الفول مع الفلافل لو احنا عندنا الفلافل ممكن يبقى لتنمعة بقى وشوية صغيرين هنا هو من الكمول يبقى دلوقتي الفول حاجة مهمة للصحور ما ننسهاش ويا ريت كل شوية نغير ونجرب نوع جديد وإن شاء الله سوق من مقبول زي فكرة الفول احنا عندنا الفول ممكن نعمل مع ايه نفس الشيء احنا عندنا خاص وعندنا خدر ممكن هنا هعمل طبق من الصلطة الفكرة فيها ان انا بستعمل حاجات من اللي موجودة عندي في البيت يعني عندي هنا شوية من الزتون الدرة ممكن عملهم صلطة ممكن عملهم شربة وانا بعمل الصلطة دي هناخد اتصال وكلها حاجات هخلي كل حاجة لوحدها عشان لو لخبطناهم ممكن حد يكون ما بيحبش حاجة يقوم يرفض الباقي فنخلي الكل واحد حاجته على جنب قالو السلام علي ازاي حضرتك يا اختم عبدالله كل عملتم بخير رمضان كريم الله يقمليك اتلاب ايدك اتلاب ايدك تسلام على الحاجات المستوية ده من زوء حضرتك ايه رأيك انت عارف هنعمل هنعمل من البحرين مش هقولك دلوقتي يعني هخليها مفاجئة لكن عاملين من البحرين عاملين من كل بلد عربي هيبقى في حاجة فهنعمل لكم صافي من البحرين طبعا ملقناش الصافي الصغير اللي بتلاقوا عندكم لكن عملنا حاجة شبيهة بيه ان شاء الله تتعجيبك بإذن الله ده من زوء طب الحمد لله انا عجب حضرتك عشان عايزينك تتفرجي ايه رأيك في الموز اللي احنا عملناها عايزينك تتأكد ان انت مشوف الموز اللي بارك في حضرتك اللي بارك في حضرتك اللي معاك يشتغلون بكلهم ولادك وكلهم ان شاء الله يعيد عليكم بالخير امين امين وصديقات البرنامج الدكتورة امان واما اوراث وثهام واما عبدالله من السعودية وكل واما حيدر كلهم وكلهم بيبلغوا سلام لحضرتك وقول للك رمضان كريم وان شاء الله نكون عند خص نظر لكم ان شاء الله ان شاء الله نشوفك على خير حتى انا اقول كلهم الجامعية دي انا عاوزها الاول خلاص انا ابضيك الاول يبقى جامعية اسامة مشان اللي هدفع لكن هم اللي هدفعهم لكن هنشوف ان هو قبل ما اروح الفصل انا حطيت هنا كل الخضار حطيت كل حاجة لوحدها عندنا جنبري او عندنا دجاج ممكن نحطه كل حاجة موجودة عندنا في الطبق او في السفرة وخليت كل حاجة لوحدها وبعدين حطيت شوية من المسترد على العسل خردل وعسل وخل وشوية صغرين من الزيت الزتون يبقى دلوقتي دوت الطبق الرئيسي بتاعنا هنروح دلوقتي الميدان نعمل بلورية والبلورية الطلبة هتكون كنافة بيضة فيها فزق من جوة ونرجع ونواصل معاكم نشوفكم على خير ان شاء الله قلم بكم احنا في مطعم هنا هو لا مش في مطعم في مطعم هنا اسمه فريس اللي هو يعتبر مطعم للفطار يعني انتو لو جيتو في الميدان فندق الميدان من الفنادق المميزة اللي فيها نوعية مطعم كتيرة بتقدم اكلات مختلفة المطبخ اللي احنا عاملينه او المحل اللي احنا عاملينه هو محل حلويات على اساس دي تقاعة من القاعات اللي موجودة في الفندق والحلوات اللي بنقدمها حلويات يعني فيها حاجات تطبخ حاجات سهلة حاجات سريعة حاجات مسمى على اسمها زي البلورية بلورية يعني حاجة بلورية ميت تطبخش اللي هي الكنافة والكنافة من الأنواع الكتيرة العجين اللي هي بتبقى السهل المنتنع اللي ممكن تخلط وتتحشي وتقدم معها حاجات مختلفة حسب نوع الكنافة فيه بتبقى الكنافة النعمة، الكنافة الخشنة، بتبقى الكنافة نفسها مضروبة في الخلاط يعني بعد أن تعمل كنافة بتتضرب في الخلاط وبتبقى نعمة وفيه كنافة نعمة هي أصلا مش كنافة بيبقى دي اسميد وبيسموها كنافة على كل الأحوال نرجع لموضوع البلورية اللي هو هنعمله دلوقتي أول حاجة بجيب شوية من السمنة وبدهن الصنية اللي هعملها فيها وبجيب الكنافة نفسها وأتأكد إن أنا بفرطها أو بفرقها على أساس تبقى مفيش يعني فيه كتلة فيها وأنا بعملها كده هوات تكون نزلة معايا مفيش أي كتلة ديت أنا حسيت بها في إيدي فلازم أفكها من بعضها ناخد ديت كده وبيبقى عندي كمية كافية في قلب القاع أغطي بيه كل السمنة اللي أنا حطيتها والسمنة بيكونش كتيرة حاجة كمية بسيطة صغيرة ومهم جدا إن أنا أحس بكل قطعة أنا بعملها وده بيكون الرائع الأولاني وخصوصاً الكنافة ديت ما بتنطبخش يعني يا دوبك بس تمسك في بعضها من شوية السمنة اللي حطناهم دول ودول بيسيخوا كده كده احنا مش بنحطهم عشان يسوها لا بتدولها طعم أكتر من هما يسوها يبقى بنفرفت الكنافة ديت أو بنشدها من بعضها وبعد كده نعمل الرائع الثاني اللي هو الحشوة عادة البلورية بتبقى محشية نوع واحد من المكسرات اللي هو بيبقى الفوزدو والفوزدو الحلبي بيبقى طبعاً مش بملح زي أي نوع من أنواع الحلويات عشان كده بيقول تمالي لما تشتروا أي نوع من مكسرات ما تشترعش بملح إنتوا عايزين تبقى تمالحوها شوفتوا في البرنامج إن إحنا بإزاي ممكن نملح المكسرات والحلويات طبعاً بنضيف عليها نوع من أنواع المسكرات زي القطر زي السكر بشوف هنا الحجم اللي أنا عايزه أدقيه يعني ديت كده كافية لكن مش هضغط بيدي لو ضغطت بيدي مش هتديني إنها هتبقى متسوية بس بتأكد إن كل واحدة على الأل فيها كافية إنها تبقى متسوية وعشان أسهل على نفسي بجيب بلاستيك نحطه عليها كده وبعدين بجيب صانية تانية بنفس الحجم وبضغط عليها فبضغط عليها ويبقى هو دوت الشكل بتاعها الصانية مضغوطة بالطريقة ديت كل الكنافة اللي إحنا حطناها بقت شبه عاجينة مرة كمان يعني حطتها وضغطت عليها وده بيبقى يكون الشكل بتاعها أما الحشو اللي هنحطه فيها بيكون عبارة عن شوية من الفزدق زي ما احنا شايفينه مجروش بديله بنكهه بكذا حاجة ممكن يكون القطر اللي أنا عامله فيه شوية صغارين من اللمون وورق الغار بس ده مش بيبقى طعم قوي لكن بنحط شوية من السكر بس نعمل سكر بضرة سيس نخلطه ينهوت مع بعضه ومع السكر البضرة دوت بحط شوية مظاهر نحط هنا شوية من المظاهر وما بكتفيش بالسكر البضرة بس لأ بنحط معا كمان شوية صغارين من الزبدة زي ما قلت ديت هتبقى للطعم وخصوصا ان انا مش هسياحة وبحط قطر نحط هنا قطر على اساس يمسك العجينة ديت مع بعضهم او يعمل العجينة لللوس يبقى نخلط كل ده هنا هون نبتدق لونها يبان مرة كمان من السائل اللي انا حطيته نقلبهم كده وبعدين بجيب الكنافة مرة كمان نحط اللوز وافرد اللوز عليها حيث انها يكون لها يبقى فيها كمية من المكسرات لما قطعها تبقى موجودة بالتساول نحط كمية اللوز هنا هون لو احتاجنا شوية كمان عندنا شوية اللوز بنحطهم وبعد كده بيفكرون ويقولوا دوت فوزدق حلبي مش اللوز وانتوا اكيد طبعا حتى لو انا اطلق بط هتبقوا عارفين انتوا حطين ايه وما بتتعملش باللوز هو الفوزدق بس والفوزدق الحلبي بالذات نيجي بقى نعمل الموضوع مرة كمان احنا شفنا اول طبقة عملناها نفس الفكرة بتبقى مرة كمان ان انا بجيب نفس الكنافة وابتدي اعمل الرائد تاني اللي فوق نفططها بالطريقة ديت وزي ما قلت انها اي قطعة موجودة او اي حاجة موجودة بتأكد انها بتفك من بعضها هناو على اساس انها دي تبقى مقفولة او محطوطة كراء ما يبنش في الفوزدق زي ما حطينا اول راء واق السمنة ما بنيتش فيه نبقى كلها زي ما احنا شايفين هي كلها معمولة قدامكم لغاية دلوقتي ما حطناهاش لا على النار ومش هندخلها الفرن شوية صغرين من الكنافة بنفس الحجم اللي احنا حطناه تحت هنحطها فوق نبقى كمية الكنافة اللي بتتحط بتكون كنافة نعمة عشان لما تتاكل ما تبقاش عاجينة وخصونة دوت مش هيتطبخ نفت الدوت من بعضه نتاكد ان كله متغطي نحط شوية على الجناب نتحط ده كله هنا هندي شوية كمان نقطعها حيطة صغيرة ونفكركم ديت اللي هي الكنافة البلورية نحط هنا هنو شوية صغيرين كمان الناحية دي انا طبعا شايف بعنايا ايه اللي هو المساحة ولا الحج يعني فيه واحدة الاخضر باين فيها شوية فيه الابيض اقل او اكتر فبالتالي بوزحها على عشان في الاخر تبقى بنفس الحاج يبقى ده كده الراقين اللي احنا عملناهم وبكرر نفس الحكاية مرة كمان بجيب ورقة بلاستيك على اساس دي بتسهل عليها بعد ما بفردها كده بحط الورقة هينو واضغط عليها بعضها بس اتأكد ان كمان هنا هو اتضغط من الجناب نضغط في النص كمان نضغط في النص لاني ديتها ما اجي قليبها مش مش عايزة تفلت او تفك من بعضها بعدين هناخدها ونحطها على النار نوسها نفسينا على الكان هنا وبعدين بحطها على النار عايزة تفضل بلورية يعني عايز اللون يفضل زي ما هو فكل اللي بعملها بس بسيح الزبدة نعلي النار او الساملة اللي انا حطتها وبنحطها مع الاستمرار هنا في التحريك وعندنا القطر بيكون غليز شوية او سميك عايزه يكون نوع من السامغ اللي هو يمسك ده في بعضه فحاطت هنا هوت كوبايتين من السكر ممكن كوباية من المية شوية حمض الليمون او شوية صغرين من لو حبيته تستعمله الليمون عصير الليمون فده ممكن يقضي الغرط عبالة ما تسيح هنا انا نعمل المكان للكنافة وبتأكد زي ما قلت ان انا ما بحمرهاش يعني النار بس بفضل اخليها تتحرك كده لغاية لما يبتدي تسيح الزبدة اللي تحت يعني نسيح الزبدة اللي تحت ودي تمسك في بعضها يعني دي الخطوة دي مهمة جدا بنحطها هنا اهو وبنضغط عليها واسنما بتتحمر نروح للخطوة اللي بعدها هيبقى عندي صانية تانية على اساس انها هحط ديت بنفس الموضوع اللي احنا عملناه من تحت عايزة حمر من فوق وطالما مش هدخلها للفرن يبقى لازم اقلبها وحطها على النار بنفس الطريقة هنجيب شوية هنا من السمنة و بندهن الصانية بشوية سمنة صغارين و نرجع تاني هنا للكنافة وعلشان اعرف ان دي هي تستوت او من تحت هو المفروض تبقى سخنة لان مش عايزة تبقى سخنة كتير زي ما بنقول في القطر القطر هما باجي اعملهم وبعدين بعمل اللي هو المارينج او الرويال ايسنج بنحط القطر اللي هو بيبقى عبارة عن السكر مع المية باسيفها تغليه وبتوصل لدرجة حرارة عليها وبعدين بضيف عليها بيض البيض لو حطيت ايدي على العجانة لمدة دقيقة وقدر مسكها يبقى هي درجة الحرارة لقدر اضيفها الزبدة هنا بالنسبة لديت بحط صباحي نوث لو لقيتها سخنة يبقى جاهزة دوت مش سخنة يبقى لسه الكنافة من جوه لسه ما سخنتش فنعلي عليها هناك نرفع الحرارة شوية ونتأكد ان انا ممكن عندي الغاز التاني هناك برضو للمساعدة واختصارا للوقت بنفضل زي ما قلت ان انا بعملها لغاية لما احس بانها بقت سخنة وهو دوت اللي حاجة اللي انا عايزة مش عايزة اسوي الكنافة تسوية كاملة وفي نفس الوقت عايزة اختبر دلوقتي لو انا حبيت نعمل الكنافة دية واتأكد انها خلاص جاهزة انها تتقدم او وتتقلب على الناحية التانية بعمل نفس الشي بحط البلاستيك وبقلبها كده بس للتأكيد اه يعني بقدر كده ارفحها يبقى اللي انا بعمله هنا هوت ان بقلبها على الناحية التانية بتبقى مدهونة هنا هوت زي بتان لو بيبقى فيها قطع او حاجة عايزة تضاف زي ما قلت هي مش مستوية فممكن نبقى نعملها داخل داخل بس انا هي هنا هو و بنحطها نحطها هنا هو بداية بتبقى شكلها من ناحية دي بس نتأكد ان انا بنزلها لو عندي قطع ولا حاجة بحطها هنا واضغط عليها على اساس ان دي بتفضل انها تست يعني تتسوع على نار احنا عندنا هنا هوت اللي احنا بنعمله هنا هوت ان النار اللي عندنا بالكهرباء لكن دي لو معمولة على نار بتبقى افضل وبكرر نفس الحكاية هنا هوت مرة كمان بنفس الطريقة وبعدين بنحط القطر عليها ان بيجيب هنا هوت بعد ما بحمر ديت يعني نسيبها ديتين ثلاثة لغاية لما كلها تتماسك وبعدين بحطها كده تفك من بعضها بعد كده بحط عليها القطر مسقيها بالقطر يبقى ديت بتبقى فكرة البلورية اهم حاجة ان انا بضغط عليها على اساس تتماسك والقطر بيتعمل على مرتين يعني محطش كل القطر مرة واحدة محط نص القطر الناحية دي وبكرر نفس الحكاية باخدها نقلبها مرة كمان بس اكيد مش هعملها خلاص انتو وستطلوكم الرسالة وبعد كده بنجيب الكنافة اللي هي بعد ما بنضغط عليها بتبقى دوت الشكل بتاعها على اساس ديت اللي بتتقطع وزي ما قلت انها حسب الضغط عليها والقطر كمية القطر اللي فيها مع الوقت اللي هتقطوه يعني احنا في حوالي تسعة دقايق او عشر دقايق ممكن وصيرنا للنتيجة ديت مع وقت اطول شوية وحد اتقل شوية ممكن يوصل لنتيجة افضل شوية نقطع دول هنا هون نقطعها مربعات او لو حبيته ممكن تقطعوها سان بوكسات نقطع بس واحدة او اتنين نتأكد انها نقطعها منينة ونقطع واحدة او اتنين بس نشوف النتيجة بتاعت الكنافة شكلها ايه ديت كده هوت السمغ القطر لزقها والسمنة هي الطعم والمزاق اساسي فيها نجيب تطاعتين هنا هون ونبتدي نقطعها وممكن تتقدم معها فوزدق نتفحها من هنا نتفحها من هنا وديتنا البلورية اللي احنا عملناها سوا كمية الفوزدق فيها اللي هو قلت علي لوز لكن كان فوزدق حلبي سهلة زي ما امين بيقول وقال لنا حتى شافها بيقول اي حد يقدر يعمل الكنافة ديت فاتمنى انتم كمان تضربوها وان شاء الله تنقردها دي البلورية اللي كان طلبتها بوكيل ورد ما عرفش اسمها ايه ده كان على الفيسبوك كان باسم حركي فاتمنى تكون شافتنا وتابعتنا لكن احنا ابتدينا حلقتنا مع بعض من هناوات وعملنا الملوخية قلنا نفي نوعين من الملوخية جبنا الملوخية اللي هي كانت عبارة عن ملوخية ورق قليت حمارت حطيت الدجاج وعملته شربة خدت المرأة بتاعته وحمرت قلتهم في قلب زيت وحطيت عليهم الملوخية اللي هي الورق نفسه بعد ما حمرت وضفت عليها المرأة اما الدجاج نسلت ورجعتها الملوخية او لو حبيت ممكن بنحط هنا شوية لمون مع البصل او خلي مع البصل وشوية قطع من الخبز اللي هو متحمص على اساس ممكن نحط شوية من الرز وبعدين بنحط عليهم الملوخية وقطع الخبز يبقى دي ممكن فكرة من الافكار اللي هو ممكن نعملها وكان الطبق الرئيسي عبارة عن موز الموز حطتها مع خضار قطع من الخضار حمرتها وغطتها بعجينة البوف بيستري ده انتهى بحليب مع بيد ودي ممكن تتقدم وزي ما قلت ممكن ديت تقعد تتقدم لو عندنا ضيوف او عايزين نطبخ حاجة ومحتاجين بتجازف حاجة تانية ممكن نطبخها قبلها بشوية السلطة كل انواع الخضار انواع فصوليا مختلفة فصوليا صفرة كانت موجودة فصوليا خضرة فصوليا سودة بانجر بطاطس ليفت طماطم كل اللي احنا عندنا حتى البيت حطينا البيت والزاتون شوية عسل مع خردل وخل وزيت زاتون صلصة صلطة معمولة بسيطة وكمان عملنا الملوخية اللي هي الطريقة التانية اللي عملتها الاخت نهاد ام مصطفى دي كانت بالانارب او الارانب فدية ممكن تقدم على نفس الشيء من رز بالشعرية وعملنا البلورية اللي انتو شفتوها دلوقتي عبارة عن الكنافة البلورية لو كل يوم بتتابعونا ان شاء الله احنا بس عايزين ننوي على حاجة انك انتو ممكن تسألوا الديوف قبل ما تعزموهم هما بيحبوا ايه فلو قالوا لكم بيحبوا ايه بانتو تطبخوا الاكل اللي هما حبينه بكرا هنعمل كبة مشوية فلعندوكو برغل لحمة مفرومة وهنعمل كمان ورق عريش اللي هو ورق العنب وهنعمل كوسة لو كوسة حجمها صغير دجاجة صحيحة هنحشيها والرزة نستعمل رزة مصري اصابع زينة بيكون حلوة بتاعنا اتمنى لعملنا النهاردة ينردكم اتمنى لكم صوما مقبولا صوما مقبولا وافطارا شهيا ولكم اني الف تحية والف سلام ونشوفكم على خير ان شاء الله